اليوم ان شاء الله سنتكلموا على السحر المرشوش والقاء والتأثير دياله على الناس فابقى معنا في الفيديو هذا وما تمشي فيه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في هذا اللقاء الكريم إذا كنت من المتتبعين الجدد فما عليك سوى الضغط للزر الشراك وتفعيل الجرس لكي يستلك كل جديد يتعلق بهذه القناة بالنسبة للاخواتي بالله بالنسبة للسحر المرشوش الناس ليس لا يقدر يقدر توكال لا يقدر سحر المشروب في الاطار لا يقدر ليس سحرٍSL بهذا السحر يدعل من السحر المرشوش كيف احدد هذا السحر المرشوش هذا؟ هو يكون شخص ما يتحاقب وراءة من متشارك عن سحر سيحر يعطيه مهما أو شيئا يتخارب قديل و تصيم تقوم بأمور شركية يوجد زعفران و شيئا مكتوبة في الصفر سيحر يعطيه 200 قرعه يأتي السيد يقول لي يجب ان تقلبها لقدام العتبة للدار يقول لي ان تقلبها لقدام العتبة للدار و ليشوفك شوه الساعة يأتي السيد يأتي سيحر يأتي يأتي بجيب ان تقلبك شيئا في العتبة للدار يضع يعطي أن زوجه يضع ويأتي với chimney لتغلق بك تأثير في موح트 يتصبح أن يأثر عن طبيعات إذا كنت في هذه الحبل signed up straight س toothbrush وبإمكانه يأثير أنتي فيShax أي منزل للبقول حسoux يجعل جميع فأول شيء وهو السحر حرام من السبع الموبيقات السحر حرام أول شيء حتى أنت اللي غدا عند الساحر أرى مشكلة أرى مشكلة أنت غدا عند الساحر كبنطاق من أخوك المسلم حشوما حشوما بزاف أغلبية تأثير سحر لن يكون تأثير على القدمين بزاف كل إنسان يضروه القدم دياله بزاف كل تأثير من دياله و يكون تدروه القدم دياله و يكون عنده تنمل في الأقدام دياله بزاف فنزال شفرسوي يتنملون لي رجلين بزاف فهذا يكون عنده سحر مرشوش ينملون لي كدمه بزاف و يضروها رجلين دياله بزاف لأنه عنده علاقة بالتخطي ديال السحر فكذلك هو أما في الأعراض نفس الأعراض السحر المأكل السحر العادي السحر دي المشروب مهم جميع انواع السحر كيكون عندها نفس الاعراض قليل بعض السحر كيكون انها مختلفة شوية دي الاعراض فكيفاش الطريقة دي الانساني يحاول يحمي نفسه من هاتش اول حاجة ان الاعراض صدعة في الرأس تنمل في الاطراف علم اسفل الظهر انتفاخ في البطن تساقط الشعر اه مهم هاد العلامات كاملين علامات كيضهروا الى الانسان كيكون مصاب بالسحر مرسوش فاول حاجة غصنا اشخاص كدير من بعد ما عرفت العلامات وعرفت بانك او تأكدت بانك عندك سحر مرسوش او لا شفتي شي واحد اللي دازم انت ما يودر لك سحر وتأكدت بانك سحر مرسوش ايلي شفتيه ارماه ليك طريقة اللي غادي تدير اول حاجة غادي تدير وهي غادي تاخد واحد سطل دي المكبير سطل دي المكبير وسطل فيه, وقتدير فيه ورق originally سيكونون سبع ورقات دين السيدر سبع ورقات دين السيدر سيأكدرون فذا كلمة سيأكرر اليوم آيات ابطال السحر سيأكرر على الفاتحه سبع مرات سيأكرر على عليه آية الكرسي سيأكرر على عليه آيات ابطال السحر وأوحينا إلى موسى أن يلقي أساك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة الساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث آتا وفي الآخر من يتقرأ آية إبطال السحر ستقرأ قول هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوان أحد سبع مرات وكذلك تقرأ قول أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس وقول أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاتات في العقد ومن شر حاسد إذا حاسد قرأ عليه الآية الإخلاص والمؤودتين سبع مرات سبع مرات فهذه الطريقة وتسيق به ذيك الفلاصة اللي لقيت فيها أنت السحر المرشوش تسيق بها ذيك الفلاصة اللي لقيت فيها أنت السحر المرشوش أو لقدم العتابة ديك سيق بالملحة وهاد شيء هذا من بعد ما تقرأ عليه القرآن تسيق بالملحة والمسائل ديك وكتسيق به الفلاصة اللي لقيت فيها السحر إذا لقيت عندك تأثير في القدمين فيمكنك تسيق ورق سيدر كذلك وتحنهم زيان بشيمولينيكس وتقرأ عليه إبطال السحر وتقرأ عليه إبطال السحر وتقرأ عليه السحر وتخشيفه في رجلك وتخليش لك وحد الخمسة ديالتقائقة ولا ربع ساعة وانتك تقرأ فبإذن الله عز وجل ذك السحر كيتبطل بإذن الله عز وجل أما إذا صرع الجن وتكلم فتتعامل معه كما تتعامل مع أي جن فإذا مشى السيد عند الراقي وتكلم ذاك الجن فبرا غد يتعامل معه كيف ما يتعامل مع الجن الآخر وبالنسبة للناس اللي ما عندهاش تقول كدش ما كذوب ودش ما كان يطيقوش ودش ما كان آمنوش به فاتش ما مذكر في القرآن هو كان سحر قبل النبي عليه الصلاة والسلام وسحر النبي عليه الصلاة والسلام وهذه رسالة للأمة محمد بأنها ستصاب بالسحر رسالة من الله عز وجل لأمة محمد بأن الأمة محمد بأن أمة محمد ستصاب بالسحر فالنبي صلى الله عليه وسحر سحر من طرف اليهودي نبيد بن الأعصر والحديث رواه كل الكتب السنة عن عائشة رضي الله عنها قالت سحر النبي صلى الله عليه وسلم حتى يخيل له أنه كان يأتي شيء ولا يأتيه ويفعل الشيء ولا يفعله حتى مو يمعرف النبي عليه الصلاة والسلام بأن شكل يسحره يسحر لي نبيد بن الأعصر أراه الله عز وجل شكل يسحر لي فدع النبي صلى الله عليه وسلم دعا ثم دعا فوره الزوج الكذلك في المكان السحر في بئر ضروان في مشتن ومشاطة وطلع نخل ذكر فالنبي صلى الله عليه وسلم ما بغاش يش بدك سحر فعدفنه وشفيا ميناء السحر لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الخلق سيد البشر وسيد ولد آدم ولا فخر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وقال فيه ربنا عز وجل من فوق سبع السلم الموت وإنك العلاق والقلقين العظيم فأخوتي الحباب لم نطول عليكم اللي عنده شقتي راح بالأشي سؤال فمرحبا وارف مرحبا اللي بغي يجي عدنا المركز مرحبا وارف مرحبا عدنا المركز سيد القاسم حي جوهارة عمارة الف ومئة وثلاثة وثلاثة وثمانين قرب التكوين المهاني كان معكم مرة بضحوم في الفيديو هذا اليك انتي اول مرة دخلت القناة ما تنسى تضغط على الزر الاشتراك وتفعيل الجرس لكي يستلك كل جديد يتعلق بهذه القناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته اشتركوا في القناة